قال الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية نأب الدكتور أحمد عبدالله عبد أبو مازن أن نازح صلاح الدين سيعودون قريبا بعد أن أصبح الملف بعهدات رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني وأدعى أبو مازن في الوقت ذاته وزير التربية إلى تركيز العمل لخدمة العراقيين وأن لا يأتمر إلا بأمر السوداني نافيا قدرة بعض وسائل العلام على ابتزازه بطرق ملتوية وأضاف أن محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب وضع خططا لإعمار المحافظة لكن عدم وجود السيول النقدية لم تمكنه من النهوض بواقع المحافظة مضيفا أن الهلوب هو صاحب القرار في استبدال أي شخص قد لا يراه مناسبا ولديه ميزان من خلاله يعلم من سيخدم المحافظة